طيب هنروح ليه خبر كويس خبر حلو يعني دايما يطمننا على الكرة الطائرة شباب كرة الطائرة في النادي الاهل بيفوزوا ببطولة القاهرة مين مدربهم؟ نجم النادي الاهل السابع حسام شعراوي وستطيعنا ان احنا نفوز بطولة القاهرة فوزنا على مين في النهاء الشمس الشمس فريق عنيد وبيضم مجموعة كبيرة من لعيبة اللي بتلعب في منتخب مصر اللعيبة اللي بتلعب في منتخب مصر للشباب طيب المبركة لعبة فين في السادة القاهرة وفي السادة رقم 3 هي دي تمام زي ما قلت حضركم نتيجة خلصت 3-2 والمبركة صعبة زي ما شايفين المطش كان ماشي equal game للشمس في مجموعة من اللعبين جيدين جدا انا اتوقع بالمنظر ده سنة 2 هنلاقي فريق اول للشمس قوي في الكرة الطائرة ودي حاجة تسعدنا ما تزعلناش بالعكس احنا عايزين منافسة عايزين competition في الاخر هيبقى ده لمنتخب مصر طبعا دي لقطات من الفوز طيب هنتوي الصفحة دي بسرعة احنا مقربين من الجمهورية الفريق ده عنده جمهورية والفريق ده بيضم مجموعة من اللعبين اللي بيستعين بيهم كابتن محمد مسال حميدو للفريق الاول الفريق ده عنده جمهورية بصوا عليها دلوقتي يومين تاتا راحة وده عادة النادي الاهلي يومين تاتا راحة هنخش على طول عبطات الجمهورية كرة طائرة في امان والحمد لله في خير ومتطمنين على اللعبة دي بشكل جيد عندنا السلة الحمد لله كبروز غنيت حطوا الحمد لله على التراك الصحيح كرة اليد ماشية بأمر على التراك الصحيح بنملي فريق اول كبير طبعا السيدات زي الفل الفريق الاول بيبني فرقة ومع ذلك بنحصة بطولات زي ابطال الكؤوس بنحصة بطولة زي كأس مصر السنة اللي فاتت ماشيين في الدوري الحمد لله ولم نتلقق الخسارة واحدة من نادي الزمالك والنتاج اللي بتتكلم فريق اليد الحمد لله طلعي الجيش فوزنا الحمد لله سبورتين فوزنا رحيم بكرة على الهو بليس بره ان شاء الله انفوز يعني فريق كرة اليد الحمد لله انا بقول لكم سنة اقل من سنة وانلاقي الفريق ده ان شاء الله يعني عم بيتربع على عرش كرة اليد في مصر